يوما بعد آخر يفقد نهر الفرات جانبا كبيرا من صفاء مياهه في جميع مدن العراق لسيما في مدن الجنوب والوسط هنا في محافظة المثنى تتزاحم على النهر الذي يخيم عليه شبح الجفاف أنابيب مياه الصرف الصحي الثقيلة والمنشآت الصناعية دون أي معالجة بحسب مديرية بيئة المحافظة هناك عدد من المذبات يتجاوز أكثر من 17 مذب يعني من ضمنها 12 مذب في محافظة في قضاء السماء وقضاء القضر وأيضاً 5 إلى 6 مذبات في قضاء الوركاء تحول نهر الفرات إلى مكبل للنفايات والتخلص من مياه الصرف الصحي أثار غضب سكان المثنى الذين اتهموا السلطات الحكومية بالتسبب في كارثة بيئية حقيقية مع تفاقم المخاطر الصحية والاقتصادية المتعددة مما يؤسف له أن في المحافظة المثنى تجري أكثر من 17 مصاب في نهر الفرات هذا النهر الذي يستعمل مياه شرب للمواطنين وهو غير صالح للمزرعات وسقي على الضفاف وما نراه من المياه التي تصل إلى البيوت هي آسنة وغير صالحة للشرب أصلاً الظواهر سيئة جداً مصابات المياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي بنهر الفرات لأن نهر الفرات يعتبر مصدر من مصادر الشرب بالنسبة للمواطنين المواطنين يعني بهذه الكيفية أنه رح يتعرضون للأمراض ورح يتعرض حتى عندنا رح يصير تلوث بيئي وكارثة بيئية المفروض هذه المياه تعالج بخزانات مخصصة لمياه الصرف الصحي خاصة به وهذه تقع على عاتق الجهات الحكومية والحكومات وبينما يوجه العراقيون أصابع الاتهام للسلطات الحكومية تواصل هذه الأخيرة سياسة التجاهل المتعمد للأزمة التي أدت خلال سنوات قليلة إلى تدهور قطاع الزراعة ونفوق ملايين الأسماك وزيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان بفعل المخلفات وازدياد معدل التلوث وصولا إلى التهديد بقتل بلاد الرافدين جفافا وعطشا دون أي حلول حقيقية تلوح في الأفق